الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية أكل الصراصير في المنام فتابعونا وما تنسوناش بلايك واشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير تفسير حلم أكل الصراصير في المنام للعلامة ابن سيرين رحمه الله تفسير أكل الصراصير في الحلم يدل على وقوع في مشكلة كبيرة أو يصيبه شر من أحد الأعداء يعني أكل الصراصير في المنام مش كويس يا أخواننا خالص ورؤية الشخص أنه لم يأكل الصراصير في المنام تدل على أن هذا الشخص على علم بمن يخططون له يعني في ناس بتخطط له وعاوزة توقعه في مشاكل كثيرة من أعداءه فهو اللي هو رفض يأكل الصراصير حلم أنك تقوم بتناول الصراصير ووضعها في فمك بؤك يعني في فمك فإن هذه الرؤية تعني أن الشخص الرأي يقوم بارتكاب الكثير من التجاوزات في حياته وكذلك تدل هذه الرؤية على أن الرأي شخص سلبي يتخذ الكثير من القرارات الخاطئة في حياته يعني اللي يشوف اللي هو مجرد بس يحط الصراصير في بؤه فهموا يعني في الحلم دي بيدل اللي هو فيه بياخد قرارات كثير غلط في حياته وعنده حاجات سلبية كثير في حياته فيجب اللي هو يتخلص منها بسرعة وربنا بعت له الرسالة ديا وبقول له يعني غير من حياتك للأحسن تفسير رؤية الصراصير في البيت في الحلم رؤية وجود مجموعة كبيرة من الصراصير في الفراش الخاص به دل ذلك على أن هناك مشكلة كبيرة سوف تحدث وسوف يعاني من فقر شديد يعني اللي يشوف الصراصير على السرير على الفراش بتاعه يعني اللي بينام فيه يبقى فيه مشكلة كبيرة هتحصله وفيه فقر والعياذ بالله كبير هيحصله فقر شديد حيث أن ذلك يعني أنه سوف يتعرض إلى مشكلة في عمله وسوف يتركه ممكن يترك الشغل بتاعه تفسير رؤية قتل الصراصير في الحلم يفسر على أنه محاولة للتخلص من بعد العادات السيئة أو البعد عن أشخاص لهم تأثير سلبي في الحياة تفسير رؤية تربية الصراصير والاعتناء بها في المنام يفسر باحتفاظك بطاقة سلبية أو عادة سيئة لا تحاول التخلص منها دي اللي بيرب صراصير يعني فيه عنده عادات كتيرة وحشة في حياته هو مش عاوز يتخلص منها فربنا بقول له حاول تتخلص منها يعني ايه ربنا بيبعت له رسالة اللي هو يحاول يتخلص منها رؤية الصراصير الطائرة في الحلم فيه صراصير طائرة طبعا أنتوا عارفينها يفسر أن هناك عدد مشاكل آتية أن تخائف من مواجهتها ولا تعرف مكان للاختباء منها يعني فيه مشاكلها تجي لك كنت مش هتعرف تستخب منها يعني بلغتنا العامة تفسير رؤية محاربة الصراصير في المنام رؤية صراصير تحارب بعضها فأنت لديك ما تحارب من أجله ولديك الكثير من الصراعات داخلك وقد تكون تفكر في استخدام طريق غير سلم في هذه الصراعات واللي يشوف اللي فيه صراصير بتحارب بعض يبقى فيه صراعات في حياته يعني دي برضو تحذير من ربنا ليخلي باله تفسير رؤية عض الصراصير في المنام حلم عض الصرصار في الحلم فإن هذه الرؤية تعني أنك بحاجة إلى تحسين وتغيير الكثير من الأمور السلبية في حياتك أما إذا رأيت أن الصراصير موجودة في غرفة نومك يعني ذلك إلى تحسين علاقتك مع زوجتك واللي تكون في غرفة النوم بس مش على الفرشة يبقى دي دليل اللي فيه تحسن في الحياة الزوجية مهاجمة الصراصير في الحلم حلم الصراصير تقوم بمحاربة ومهاجمة بعضها دل ذلك على أن لديك الكثير من الأشياء الهمة واللي يشوف أن الصراصير بيتهجم بعضه كده يبقى عنده أمور همة في حياته التي تحاول أن تحارب من أجل الحصول عليها ولكن لديك الكثير من الصراعات بداخلك وقد تدل أيضا أن بداخلك الكثير من الأفكار السلبية من أجل التخلص من هذه الصراعات تفسير رؤية البحث عن الصراصير في المنام بتبحث عن الصراصير يعني بتدور عليهم رؤية أنك تبحث عن الصراصير الذي اختبأ عنك وتبعث وتنظر عليه في كل مكان فإن هذا الحلم يدل على أنه ستعلى لتحقيق الأثار لك أما إذا كنت تنظر الصرصار في المكان الذي اختبأ فيه وأنت تنظر حتى يخرج وتنظر في كل مكان يمكن أن يختبئ به الصرصار فإن هذا الحلم يدل الدفاع الخاص بك عند التصرف يعني إيه الواحد كأنه مش عارف يتصرف اللي بيبحث عن صرصار والصرصار بيستخب منه والكلام ده يعني كأن الواحد في أمره في حيرة من أمره هو دي المعنى والله أعلم تفسير رؤية التخلص من الصراصير في المنام دي بقى للإمام ابن شهين يقول الإمام ابن شهين إذا رأى في منامه أنه يقوم بالتخلص من الصراصير دل ذلك على أن هذا الشخص يحاول أن يتخلص من العادات السيئة الموجودة في حياته أو أنه يحاول أن يبعد عن المعاصي ويتقرب من الله سبحانه وتعالى تفسير رؤية الصرصار الأسود في المنام رؤية صرصار أسود فهذا يعني أنك تعاني من الكثير من المتاعب والإزعاج ويشر إلى بدء في الشجارات العائلية ومواجهة خلاف معين مع أحد الأشخاص يعني الصرصار الأسود في مشاكل هتحصل في العائلة الأيام القادمة تفسير رؤية الصرصار الأبيض في الحلم رؤية صرصار زولون أبيض فإن هذا الحلم يدل على أن شخصا ما سوف يقوم بخيانة ثقتك فيه وأن هذا الشخص فيما يلي سوف يحاول أن يتقرب منك أن يتقرب منك بشدة بشدة الطرق حتى يتمكن من الإقاع بك دون أن تشك يعني هو عاوز يتقرب منك بكل الطرق وبكل السبل من غير ما أنت تشك فيه فدي برضو تحزير يعني لك فخلي بالك تفسير رؤية الصرصار الأحمر في المنام رؤية صرصار كبير في الحلم ولونه أحمر فإن هذا الحلم يدل على أنك سوف تتعرض للكثير من الأمور الجيدة في الفترة المقبلة إضافة إلى أنك سوف تحقق الكثير من النجاحات ويحدث لك متعة كبيرة في الحياة وسوف تظفر بما ترغب به في الفترة المقبلة رؤية الصرصار الأسود في الحلم هذا يعني أنك في الفترة المقبلة سوف تتعرض للكثير من الشجارات العائلية أو حدوث خلافات مع أحد الأشخاص يمكن أن يكون صديق أو شجار في العمل يعني الأيام الجاية اللي يشوف الصرصار الأسود في مشكلة هتحصلوا في العيلة دي المعنى والله عز وجل أعلى وأعلم متنسوناش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا متنسوش قراءة سورة الملك كل يوم قبل النوم وأيضا أية الكرسي كل يوم قبل النوم وبعد كل صلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته